السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا دلوقتي بنتفرج مع بعض على مولد ليزر او ليزر جينيريتور قدرته 1500 واط الليزر ده تعرض لعمليات اصلاحه كتير وعمليات تخريب وتحط فيه مياه بصابون وتبهد الاخر بهدله وفيه اكتر من ثلاثة او اربعة او خمس مهندسين الله اعلم هم قد ايه الممنهم عدد كبير وكل واحد حاول بكل قدراته انه هو يشغل ومع ذلك مشتغلش وما كانش بيفتح باور من اصله يعني ما كانش بيعبي غاز ولا بيعمل بتاعه نتيجة التسريب الشديد اللي كان فيه والتخريب الشديد اللي كان فيه وزي ما احنا شايفين الصور قدامنا بنستعرضها صورة ورد تانية وبنشوف اثار الصابون واثار الصدى واثار الوسخ والخدوش والخبطات والزوانات المهرية وزي ما احنا شايفين الصابون عمل ملح وعمل صدى وعمل شوائب وحاجات على القطع بتاعت الالكترودات والكسودات والانودات بتاعت مولد الليزر بالاضافة الى ان الزجاج كان متجمع غلط ومتركب غلط وفيه بعض الزجاجات كانت مشروخة وفيه اللي كان مكسور وفيه جوانات الصابون بهدلها وزي ما احنا شايفين قدامنا بنستعرض الصور وفيه كمان العظمات اللي لونها بيج او اخضر اللي شايلة الالكترود ديت هنلاقي تحت الالكترود من تحت فيه اثار حرق لان دي بيبع لها تلاتين الف فولت اه طبعا مع الصابون والمية اللي كان بتتحط على على الجهاز مع وجود الضغط العلي جدا اللي بنتكلم فيه تلاتين الف فولت او تلاتين كيلو فولت مش جهد قليل في حاجة زي كده بتشتغل باعلى مستويات التكنولوجيا اللي توصل لها العلم الحديث واخبالك ان احنا نتعامل معها بالطريقة العشوائية ديت زي ما احنا شايفين الليزر تم فارطه قطعة قطعة بلا استثناء الاف القطع اتفكت حتة حتة وتعمل لها صيانة وتعمل لها تجديد وحاجات اتعملت على المخرطة وحاجات اتعمل لها بوليشينج وتلميع وتنظيف وزي ما احنا شايفين مع بعد هنتفرج في الاخر بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اذن لنا بصوا شايف الازازة عامل ازاي شايف الازازة كمية الوسخ والدخانة والحرق اللي تعرضت له من الداخل ومن الخارج كل دي رواسب وحاجات كانت على الازاز كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى تم ازالته وتنظيفه ورجعت الزجاجات بتاعته لاصلها وبقت بتبرق زي الكريستال بالزبط آآ كمان في بعض الزجاجات اللي كانت مكسورة تم تغييرها بزجاج جديد والقطع زي ما احنا شايفينها انا رصصها على الترابيزة في الخلف كل قطع بمساميرها بالورد بتاعتها ده وهو مفكوك ما فيهوش ازياز كنت شيلت الازاز كله منه وبعد كده بدأت فكت الالكترودات كلها تمام زي ما احنا شايفين دي قطع شايفين اثار الصابون والصدى عليها عامل ازاي منظر بشع منظر بشع وشكل مبزز بصراحة مش عارف الناس اللي اقترحت على اصحاب الماكينة انهم يحط عليها مية بصابون شايف المنظر عامل ازاي دي قطعة من 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 ارقى واعلى قطع الالمونيوم النظيفة جدا المستوردة وشايفين مكان الصابون والحرق بتاع الضغط العالي مع الصابون والمية طبعا كل الناس اصحاب المصدع اصحاب المصدع والعمال اللي شغالين فيه والناس اللي اللي حاولين الماكينة كلهم كانوا فقدين الامل تماما ان الماكينة دي هتنطق وهتشتغل تادي ويمكن كان السؤال اللي بتكرر علي وبسمع وبويدني كل يوم عشرات المرات الماكينة دي هتشتغل يا باش مهندس يعني حضرتك عندك امل ان هي تنطق وتشتغل تاني زي ما احنا شايفين دي قطعة جزء اللي على اليمين ده قبل التلميع والجزء اللي على اليسار قبل التلميع شايفين الفرق عامل ايه شايفين الفرق قد ايه بين الشكل الالكترود وهو مطوس ومصدي وده بعد المنظر ده كمان اللي هو على اليمين ده بعد التنظيف يعني بعد ازالة الصدى والوسخ والحاجات اللي كانت عليه لكن انا ما اكتفتش بكده ووصلته للدرجة اللي انت شايفها على الجزار دي بعد عمليات تلميع وخبالك متخصصة جدا وبخامات مخصوص ومواد كيميائية مخصوص للتعامل مع قطعة زي دي تتخيل ده منظرها الاصلي الطبيعي وهي كان شكلها عامل ازاي في الصور اللي انت شفتها قبل كده وزي ما احنا شايفين كمان معايا الميني كرافت الصغير اللذيز ده ما شاء الله ربنا يبارك كنت بستخدمه في المزاني وفي الحتة الصغيرة عشان اشيل اثار الصابون دي بعض من الداخل وزي ما احنا شايفين شايفين العلبة الالمونيوم ديت وكمية الصدى والصابون والوساخ اللي عليها هنا برضو الصابون باينة هو تحت الجوان وهنا ادي مكان الصابون تحت شايفين العزام اللي هي الفايبر دي وشكلها عامل ازاي قبل التنظيف والتلميع كل ده طبعا يعتبر الليزر ده اتعد تصنيعه من اول وجديد على ارض مصر بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا ده ده الازاز اللي احنا شفناه من شوية كان منظره عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي ده الليزر بعد ما بدأت اجمعه وبدأت اجمعه صح والاتجاهات بتاعت الازاز مظبوطة ومتسنترة وكل حاجة في مكانها زي ما الكتاب بيقول واحسن مكانت جاية من بلدها كمان الظريف في الموضوع ان الليزر ده المفروض بياخد خط هوى عشان يحمي نفسه من الاتريبة ما فيش تراب يخش جوه الكابينة بتاعت الليزر فالمفروض يبقى فيه ضغط هوى مستمر مفتوح جوه الكابينة بيطلع من الفتحة اللي بيخرج منها الليزر الاستاذ بقى اللي جمع الماكينة الاخ الصيني اللي جاي من الصين مع الماكينة عشان يجمعها ما وصلش الهوى ده خالص حتى صاحب الماكينة اتفاجئ لما انا قلت له المفروض ان الماكينة دي تاخد خط هوى مستمر قال لي محدش جاب لي سيرته ولا حد يكلمني عنه قبل كده غير كباشماندس تمام ده الليزر بعد ما ربنا نفح في صورته ونطق وبدأ يشتغل ويعمل تفريغ وزي ما احنا شايفين شفنا الازاز كان شكله عامل ازاي اسود ومهبب ومغبر وحالته حالة وطبعا كانوا بيستخدموا زيوت غلط كمان بيحط زيوت ما هياش مطابقة للمواصفات ما هياش بتاعت مكان الليزر وده من ضمن الاسباب اللي خلت الماكينة اه ولعت من جوة الانبيب بتاعت التفريغ ديت وسودت بتحرقت وحالتها زادت السوق وكان الليزر ده المفروض انه يتريمي لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مواهب ربنا سبحانه وتعالى والعلم والخبرة اللي هو منع لنا به قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نرجع الماكينة دي لحالتها احسن من الزيرو يعني صاحبها كان متوقع ان هي هتطلع سبعمائة تمنمية واط ولا الف واط بالعافية لكن بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا الماكينة طلعت الف وخمسمية واتناشر او تلاتاشر واط يعني اعلى من الواط اللي مكتوب عليها كمان وكان ممكن تدي اكتر من كده لكن طبعا يعني احنا كده عدينا المنش والبراميل وعدنا كل الحواجز والحمد لله رجعنا سالمين غنمين بفضل الله سبحانه وتعالى ارجو ان الفيديو يكون عجبكم وانكم تتعرفوا على اخوكم المسكين ضعيف طريق بلال وتعرفوا ممكن المهندس طريق بلال يعمل ايه في مصر ام الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسبكوا بقى تكملوا فرجع على اللقطات الجميلة بتاعت الليزر وربنا يبارك لاصحابه ويكفيهم شر العين وشر الحسد ويحفظنا جميعا ويكفينا شر نفسنا وشر كلامنا وما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك رب زدني علم رب زدني علم رب زدني علم ربنا يزدنا علم وينفعنا وينفع بنا خلقه ويعينا على مساعدة الناس وانتشالهم من المقاذق والمشاكل اللي بيقوا فيها وربنا يفتح لنا جميعا ابواب الرزق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة